صباح الخير او مساء الخير اي ان كانت توقيت اللي انتم تسمعوا في الفيديو. اه برحب بالمشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجداد وبقول لكم اهلا وسهلا. اه بقول لك لو انت رسا جديد تفضل اشترك وفعل الغرس عشان يوصلك كل جديد. اه هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لمواريد برج العزراء. اه انت ايه? والشريك ايه? انت شايفك انت قافل على مشاعرك انت قافل على قلبك اه طاقتك الاول انت بتبص اه بتبص على حياتك ممكن تكون قبل كده بتبص على حياتك او بتبص على الوضع يعني ممكن انا شايفك اه في وضع يعني ممكن اسميه بنهار يعني. اه دي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا. اه فانا شايفة طاقتك انت العامة يا برج العزراء بتبص عليه وايه اه انت نفسك تنتصر انت كنت في علاقة حب حلوة جدا انت عايزها ترجع تاني. بتحاول وبتجاهد ان العلاقة دي اه ترجع تاني. هو ده دي الطاقة الموجودة بتاعتك في الفترة الحالية. الطاقات اللي موجودة في القراءة قبل ما انسى. اه انا شايفة معاك الطاقة النارية. كتير. الهوائية. اه النارية الهوائية. اه والمائية. بسيط معاك ترابية. يعني اولي الاوي. الابراج اللي موجودة اه شايفة برج الدلو برج السرطان اه اه برج الجوزاء. اه برج العزراء انت ممكن تكون شريكة كمان عزراء. برج لو شفت اي حاجة تاني برضو هقول دي الطاقات الموجودة والابراج اللي موجودة. انا شايفك اه حاليا كمان انت انت غامض انت يعني انت عندك سكون غريب في الفترة دي يعني. انت زعلين. اه شايفة فيه رحيل. اه شايفة فيه حياة يعني اه يعني فيها يعني بسنهار. اه انت سيبت اه عندك حاجات ممكن تعملها. اه بس انت ممكن تكون نستني نستني الطرف التاني تشوف هيعمل ايه نستني تشوفه هيقدم ايه. انت عندك اللي تقدمه. نستني تشوف الطرف التاني يعمل ايه ومش عايز تشوف اي حاجة تاني غير كده. يعني انت حاطس اه ان الطرف التاني اه هو اللي لازم يعمل حاجة للعلاقة. اه انت تستحق اه منه كده. اه يعني انا شايفك هنا كمان اه عايش يعني الوضع بتاعك وضع ممتاز جدا يعني. انت عندك بتاع بقى. اه بس انت مش مبين. يعني انت مخلي نفسك اه في وضع الكوين. اه شخصية قوية. اه بتقدر تسيطر بتقدر اه تفكر كويس. اه اه يعني حاسس ان انت تقدر اه تدري العلاقة بشكل كويس. اه ممكن كمان اه يعني تكون بتتعامل مع حد مع شريك يكون مندفع او متهور. اه لكن انت شايفك برج العزراء بالنسبة المتزوجين شايفك قادر تسيطر على الوضع في العلاقة. اه بشكل كبير. يعني هادي وراكز وعائل حاجات كتير كده كلها حلوة. اه في نفس الوقت انت في حاجة في جمالك. لو الحاجة دي ما تنفذتش. انت قايل انك انت هتسيط كل حاجة وتمشيط. لو الحاجة اللي في جمالك دي ما تعملتش. يعني انت عايز اه يعني ديك طلبات او 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 في حاجات معينة عايز تشوفها من الشريك معاك. انت قايل لو ما تعملتش انت هتمشي. اه الحاجة دي انت بتتمنها. يعني انت انت حاسس ان نجاح العلاقة هيكون بوجود يعني بتفليح الشريك في الحاجة اللي انت شايفه غلط فيها او ان انت تنهي العلاقة وتنشي خالص. اه شايفة هنا للبعض منكم في اه ممكن يكون فيه طرف تالت. فيه طرف تالت ممكن يسبب بهدم العلاقة دي. اه فيه هموط في العلاقة دي يعني ممكن ان انت او او الطرف التاني مش مش قادر يتوصل لحاجة لحاجة اساسية في موضوع الطرف التالت ده. اه لكن فيه طرف طرف تالت ممكن يتسبب اه في هدم العلاقة دي. اه نشوف الطرف التاني ايه تفكيره? الطرف التاني انا شايفاه بعد. بالنسبة المتزوجين. انا شايفة الطرف التاني بعد. اه عايز يفكر. بعد وندمان. ندمان على الزواج وعلى اسرة وكده وممكن يكون مسافر ممكن تكون انت من بلد وهو من بلد او يكون عايز يسافر. عايز يبعد اكتر. اه شايفة اه شايفة الطرف التاني منكسر حزين زعلان اه اه وكأنه بعد او مشي بس مهزوم. يعني مهزوم وحاسس اه حاسس بخسارة. اه العلاقة او عند بعضوكم العلاقة فيها طرف تالت. اه فيها حد بيدافع عن نفسه عن مشاعره عن بيته عن حياته. اه فيها حيرة. اه اه وفيها غموط كتير. يعني كتير ممكن يكون فيها شكوك. اه ممكن الطرف التالت داي يكون عندك انت يا برج العزراء والحبيب عندك او الشريك يكون بيشك او بي او او حاسس او انت تكون بتشك فيه او حاسس بحاجة. فيه ايوة خداع فيه غموط اه فيه طرف تالت. اه الشريك كمان انا شايفيه حذر. يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في جمازك هو حذر منك شوية. فيه حب اه في حب. اه بيفكر فيك كتير. اه بيفكر في حل للعلاقة دي. اه يعني انتوا تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقى لكم كتير علاقة 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 روحية بينكم قوية. آآ بس بعضكم يعني انا اسفى برج العزراء ممكن يكون للبعض انت برج العزراء انت اللي عملت حاجة في الشريك. انت بعت انت قادرت انت آآ 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 خدعت شريك زعلان آآ تعبين بيدفع عن نفسه آآ بيدفع عن مشاعره بيدفع عن الحياة بيدفع عن حاجات كتير فانا شايفة ممكن يكون للبعض آآ برج العزراء انت او هو الشريك شايفك كده انك انت آآ غدرت بحب بحياة بعلاقة بحاجات كتير وشايفة في طرف تالس يا جماعة في العلاقة دي. آآ النصيحة بتاعتك آآ يعني انت محتاج تكون صريح مع نفسك برج العزراء محتاج تكون صريح مع نفسك آآ محتاج آآ تشوف الامور آآ بشكل اوضح آآ تفكر بحكمة وعقل آآ تبعد ولو حاجة زي يعني بص هنا النصيحة ماشية مع القراءة. القراءة هنا كان فيها غمود كتير. في حاجات مش معروفة آآ مش معروفة كتير. هنا بيقولك انك آآ آآ بتفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفسك الطريق والحاجات اللي انت ما تعرفهاش آآ هتعرفها. يعني في حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب. ولو الشريك هو اللي في حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله. ده بالنسبة للمتزوجين من برج العزراء. نروح للمنفصلين والمطلقين من مواري برج العزراء. الكراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العزراء. تك تك في الاول يا برج العزراء منفصلين ومطلقين. انا شايفة بعض آآ ممكن للبعض يكون آآ الطرف الثاني او الطرف اللي انت منفصل عنه آآ يكون يسافر او تكون في علاقة حب مع حد مسافر. بس انا شايفة آآ رحيل يعني فيه حزن وفيه انقطاع. يعني فيه انقطاع تواصل تماما بنسبة لك يا برج العزراء مطلقين ومنفصلين. آآ شايفك آآ في الوضع الحالي آآ في حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها. يعني مش في الوضع الحالي في الماضي. الكراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي حاضر مستقبل بازن الله. الماضي انت آآ يعني شايفة كان فيه علاقة حب فيها تساهم كتير. آآ شايفة آآ طرف بعد. شايفة فيه غدر. آآ شايفة آآ طرف يا برج العزراء دوت انت شايفك مجروح كتير جدا من حاجات كتير وحصلت مش حاجة واحدة بس. علاقة شايفت خارج من علاقة. علاقة كان فيها حب آآ لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مرت بيها. آآ كمان آآ انت كنت آآ يعني زي ما تكون نمشي العلاقة بالآآ بالطبر. يعني مش اكتر. يعني انت ما كنتش بتعمل اي حاجة في العلاقة. آآ انت كمان ممكن تكون شايفة ان انت تكون قدمت فيها كتير. ممكن ده حب حياتك. يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين. او هو ده الحب اللي في حياتك اللي ما فيش غيره. آآ شايفة كنت في وضع متكتف آآ ممكن يكون بعضكو كمان تعرض لسرقة او لغدر. يعني في الغالب هي سرقة. ممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر. سرقة عمر. سرقة آآ حياة يعني حاجات كويسة في حياتك. مش شرط تكون آآ سرقة بس مادية. آآ في الوقت الحاضر انا شايفاك بتشيل مسئولية كبيرة جدا يا برج العزراء. عندك حمل كبير مضغوط آآ واقف في مكانك رغم انك عندك حاجات كويسة كتير قوي ممكن تقدمها. بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والسئيل اللي عندك ده انت مش قادر تتحرك مش قادر تعمل حاجة آآ ببص على الماضي آآ شايفا بعضكو بيبص على الماضي ومستني علاقة من الماضي والبعض التاني عايز علاقة جديدة تماماً ومش عايز يفتكر الماضي باي شكل خالص يعني لقدام لقدام ده وضعك الحالي بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي آآ وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضوكو دخل في ارتباط ممكن يكون بعضوكو آآ عايز يدخل في ارتباط جديد لان شايفا برضو هنا انت بتسيب الماضي يعني انت مجي دهرك في الماضي آآ وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد وبتفكر آآ ممكن بعضوكو يكون واخد وقت مع نفسه انه يفكر في في العلاقة الجديدة دي آآ شايفا للبعض منكم منصفين مطلقين شايفا في علاقة زواج آآ شايفا في زواج كزا كارت زواج شايفا في رجوع آآ شايفا في انهاء علاقة آآ كانت صعبة جدا بالنسبة لك يعني انا شايفا في هنا يعني انت مريت بالزيد في علاقة فيها خدعة فيها سرقة آآ فشايفا هنا انت بتكرر تنهي علاقة او في علاقة انت مش عايز تريع لها آآ الطرف التاني بالنسبة آآ هنتكلم الاول عن المستقبل وبعد كده نشوف الطرف التاني لو انت عايز تعرف هو بيفكر في ايه آآ المستقبل انا شايفا عندك فيه علاقة حب آآ يعني رومانسية جدا يعني فيها حب تفاهم آآ يعني فيها حاجات كتير انت بتتمنها وممكن دي تكون رجوع على فكرة لان شايفا آآ اللي بعدها آآ شايفاك منتصر منتصر والانتصار ده آآ واضح لكل الناس يعني مش انتصار بينك وبين نفسك آآ بينك وبين الشريك لأ انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك وكمان هيبقوا فرحانين بيه وفخرين بالانتصار ده يعني انا شايفا ناس كتير بتهنيك بتهنيك على آآ زواج ارتباط آآ او رجوعة للطرف التاني آآ وممكن يكون رجوع على الطرف التاني لان انا شايفاك هنا برضو البعض لسه بيبص عليه شايفا وضعك هيكون مستقر جدا آآ في المرحلة اللي جاية شايفا وضع مستقر آآ يعني آآ بعد كتير لغبطة انت هتقدر آآ يعني تسيطر على حياتك على امورك مش هتبقى متردد تاني ولا خيط تاني لأ انت واقف وعارف انت بتعمل ايه وكمان كأنك عارفت ايه آآ كأنك عارفت اللعبة فتتلاقي بالزيء يعني خلاص انت بقيت ساكت وآآ بقيت عايز تدخل جوه تفكير الطرف التاني او الشخص اللي قدامك فانت مش هيتضحك عليك تاني بالنسبالك انت يا برج العزراء آآ الثرف التاني انا شايفاه يعني قاتل على مشاعره مش آآ مبين ان هو آآ يعني يعني مش عايز يتواصل آآ او آآ بس الثرف التاني على فكرة يا برج العزراء برضو ممكن يكون لبعض منكم هو يكون عايز العادل معاك يعني عايزك تفكر بعقلك آآ تاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال لان ممكن يكون بعضكو في انفصال آآ بس من غير طلاق آآ وعلى فكرة هو اللي بعضكو عشان كده بقى عشان كده فيرجوع هو سهلا بيشتغل على حاجة في العلاقة آآ كمان آآ في حب عنده عند حب ليك كبير بيحلم بان انتو تبقوا مع بعض تاني آآ وبيشتغل على العلاقة وفي ممكن يكون في حاجات بيعاملها آآ بيعني بيكذبك باي نوع من انواع الحاجات يعني في حاجات بيعملها او حيل المهم يعني ان هو يعني ممكن يرجع لك بس الطرق كده مش آآ مش مباشرة يعني مش جاي لك هو صريح لأ آآ في طرق كده مش مباشرة لكن في حب آآ في حب وفي آآ وفي يعني طرف بيطالب بالعدل وآآ في ان هو مسيطر على مشاعره مسيطر على قلبه آآ علشان ما يزهرش ضعف ده الممكن هو مش عايز يزهر ضعف لأني في حب كبير جدا مش عايز يزهر ضعف وعايز يكون في رجوع بس الطرق تانية غير آآ مباشرة انه في حاجاتك بالنسبة آآ لبرج آآ بالنسبة لبرج العزراء آآ انت عندك بداية جديدة في علاقة انتهت في علاقة انتهت بالفعل آآ في بعدها بداية جديدة آآ حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن شخصيتك حاول تكون غامض آآ حاول تكون بتسيطر على مشاعرك آآ الحاجات اللي كنت بتعملها ما تعملهيش آآ آآ اتعامل يعني الكاهنة دي بتقول لك يعني انك تاخد الوضع ده بتاع الكاهنة اللي هو آآ انت بتقدر تسيطر على مشاعرك بتقدر تصرف بعقلك آآ مش مش اندفاعي ومشاعرنا ما ندهاش لاي حد وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموط يعني ما تبقاش واضح قوي كده لأ خلي عندك شوية غموط ده احتفظ بهم لنفسك عشان دايما تكون آآ يعني جذاب آآ للطرف التاني آآ الابراج اللي موجودة يعني هقول الاول الطاقات اللي موجودة الطاقات اللي موجودة من الطاقة النيرية طاقة مائية آآ هوائية كتير عندك هوائية والطاقة الترابية. الابراج شايفة معيك الصور شايفة معيك آآ الميزين شايفة معيك آآ السرطان الاسد آآ العقرب آآ ابراج كتير موجودة معيك يا برج العزراء دي الابراج اللي انا شفتها برج الحمل كمان موجود معيك برج العزراء زيك موجود معيك آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله آآ ونروح للعازبين والغير مرتبطين من برج العزراء الكراءة آآ كراءة شهر اغسطس بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين آآ ماضي حاضر مستقبل انا شايفك في الماضي انت يعني كنت حد مبسوط قوي سعيد فرحان آآ كمان شايفك كنت في علاقة حب بعضكم آآ ممكن تكون آآ كنت آآ يعني طرف تلت في علاقة حب انت تكون فيها طرف تلت او في علاقة حب آآ آآ دخلها طرف تلت لكن انا شايفك انت في الاول انت كنت مبسوط كنت تسعيد آآ عايش حياتك بشكل كويس آآ آآ حبيت شخص شايفك فيه حياتك شخص انت كنت عايز تفوز به فعشان كده كمان ده بيأكد وجود الطرف التالت انت كنت عايز انت اللي تفوز بالشخص ده آآ 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 شايفت لبعضكم العلاقة دي آآ 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 اتحدث يعني من بجايتها آآ آآ في كتير آآ يعني في كتير آآ آآ في القراءة بتاعتكو يعني آآ آآ انت كن يعني انت كنت حذر على فكرة انت كنت في علاقة انت كنت فيها طرف تلت الثقات الموجودة انا شايفة ثقات نارية موجودة معك كتير في القراءة بالنسبة للعاجبين وغير مرتبطين النارية كتير جدا معيك والآآ والترابية والهوائية بسيط وفي مائية الابراج اللي موجودة معيك عقرب حمل اسد آآ سور آآ عزراء آآ الاسد جاي لك كتير آآ آآ أبراج كتير موجودة سرطان المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده لكن انت آآ يعني شايفة البعض ممكن يكون خرج خسران او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة آآ فيه انسحاب وفيه رحيل آآ شايفة الطرف التاني او انت بسعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة السلسية دي آآ وبعدها كان فيه الانفصال او انقطاع العلاقة آآ انت بعضكم العلاقة دي انت مستني فيها تواصل يعني نستني ان هي ترجع تاني بتفكر فيها بتبص عليها حاسس ان انت وقتها كنت عايش حالة حب حلوة قوي عايز ترجع لها تاني آآ شايفة الطرف التاني آآ يعني بسط له قدام غير وجهته ادى ظهره يعني يعني بعد تفكير على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن اموره انا شايفة الطرف التاني آآ بعد آآ العلاقة دي ممكن تكون آآ انفهت بسبب كده ان هي في حاجة اتعرفت في حاجة آآ اتعرفت او بقت معروفة الناس حواليكو آآ الوقت الحاضر انت يعني حاسس انك تشايل حمل كبير جداً فوق طقتك آآ يعني بتحب الطرف التاني ده في عندك حب كبير جداً لي آآ لكن انت آآ مش قادر تشوف انت باطس على العلاقة وباطس على كل اللي كان بيحصل فيها عمال تفتكر في الزكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليك آآ في عندك علاقة حب جديدة آآ انت كمان عندك اللي يتقدمه بس انت واقف في مكانك انت مستني حد معين هو اللي تكون معاه او هو اللي يجي ويتكلمك آآ على فكرة الحد ده ممكن يرجع وممكن يجي ويتكلمك لان هنا بيقولك انت انت تصبر وان في عرض هيجي لك وآآ وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم دي او بتتمنيه تبديت العلاقة آآ هيتحقق لك ان شاء الله آآ في المستقبل آآ شايفة بعد آآ رحيل بعدوكو فيه عندو اللي عايزبين والغير مرتبطين فيه عندك ارتباط آآ بس شايفات في الارتباط ده هتبقى قاتل على قلبك شوية محافظ على مشاعرك شوية مش هتبقى آآ بنفس العفوية ونفس الانطلاق اللي انت كنت فيه مسلا في علاقة قبل كده يعني مش هتكون لكن فيه علاقة زواج وعلاقة زواج ساعيد كمان آآ آآ فيه زواج فيه زواج وبقوة آآ فيه زواج آآ والي فيه رجوع على علاقة ازيمة او ممكن يكون فيه رجوع على علاقة ازيمة وحياة ساعيدة في كانت موجودة في الماضي انت كنت افتكرت ان هي خلاص دي مش هترجع بتاني لكن في زواج وبعد استشفاء ان شاء الله انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك او ممكن الصرف التاني لو انت زالين انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد وقت مع نفسه وبعد كده هيجي وهيكلمت في زواج بعدك على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين ممكن يكون عنده اختيارين محتار بينهم لكن هتقدر تكرر وهتقدر تختار انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم الاثنين حب والاثنين ارتباط والاثنين زواج فهنا القرار هيكون في ايه بك انت يعني بس حاول تطلع من حالة الحزن والاكتئاب انت عندك حزن واكتئاب اه فكر اه ازاي تخلي يعني يعني هنا بيقولك انه اه انت قريدي في عندك علاقة فعلا انتهت في علاقة انتهت خالص انت حزين جدا بسببها بس فكر بحكمة اه تفكير بحكمة هيفيدك في انك انت تعرف اللي حصل ده حصل ليه آآ عشان تقدر توصل لحلول آآ فيما بعد آآ شايفة كمان آآ بالنسبة للمسيحة بتاعتك آآ انك ما تترددش بليش تتردد حاول تاخد قراراتك آآ بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع يعني ما تقولش كلام وترجع فيه او تقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحال حاول تسيطر على مشاعرك وتوازن بينها آآ عندك آآ لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جدا في المرحلة اللي جاية آآ انت اللي في ايدك تنجحها ده بالنسبة لبرج العزراء آآ شهر اغسطس بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب آآ وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد شكرا للغاية شكرا شكرا شكرا